موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي أعزاء الطلبة أرحب بكم أجمل الترحيب وأنا ألتقي بكم مجددا عبر فضائية العراق التربوية لنبدأ درسا جديدا من دروس اللغة العربية خاص بالصف السادس الإعدادي فأهلا وسهلا بكم أبناء الطلبة تكلمنا في دروس سابقة عن موضوع التقديم والتأخير وقلنا بأن هذا الموضوع يحمل في طياته شقين الشق الأول يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ وتكلمنا عنه في دروس سابقة وفصلنا القول فيه وصل بنا الكلام اليوم إلى شق الثاني وهو تقديم المفعول به على فعله تعال معي عزيز الطالب لنقف على المواضع التي يجوز والتي يجب فيها تقديم الخبر على فعله تعال معي عزيز الطالب لنقرأ ما جاء في هذه التفاصيل لاحظ معي هنا عزيز الطالب قال ثانيا تقديم المفعول به على فعله لأن أولا قلنا بأنه كان معنيا بتقديم الخبر على المبتدأ هنا يقدم لنا مقدمة عن المفعول وقلنا بأن المفعول به عزيز الطالب قد مر بك في مراحل سابقة وهو ما يقع عليه فعل الفاعل وعرفت أنه الذي يقع عليه فعله الفاعل لاحظ معي عزيز الطالب وهذه معلومة ليست بجديدة عليك عزيز الطالب وقد رأيته في جمل أي كلام عن المفعول به وقد رأيته في جمل كثيرة في المراحل الدراسية السابقة أنت تعرف كثيرا ما يأتي الكلام مزينا بالجملة الفعلية ولما نقول جملة فعلية أي تكون مقترنة بالمفعول به ولا سيما إذا كان فعلها فعلا متعديا سواء كان قد تعدى لمفعول واحد أو إلى مفعولين التي مررت بها وكنت قد عرفت أن المفعول به يأتي بعد الفعل والفاعل وهو الثالث هذا هو الترتيب المعتاد بأن الجملة الفعلية عزيز الطالب كما تعودت أنت في دراستك السابقة تكون مؤلفة من فعل وفاعل والمفعول يأتي ثالثا لها لكنه أي المفعول به قد يأتي ثانيا بعد الفعل أي متقدما على الفاعل وقد قدم لنا مؤلف الكتاب هذا المثال الذي كان فيه المفعول به لاحظ معي قد تقدم على الفاعل قد تقدم على الفاعل ثم يقدم لنا مثال ثانيا غلب خالد محمد فهنا غلب هي الفعل ومحمد هو الفاعل وقد تكون العلامة الإعرابية هي خير دليل قد قادنا إلى معرفة الفاعل من المفعول وحيانا يكون الترتيب هو من يقودنا الآن وهو تقديم جائز لاحظ في مثل هذه الأمثلة يكون تقديم المفعول به على فاعله تقديما جائزا ولكن في صور أخرى يأتي المفعول به مقدما وجوبا على الفعل والفاعل إذن في هذا الذي قرأناه عزيز الطالب يكون المفعول به مقدما على فاعله تقديما جائزا سواء في هذه الجملة أو في غيرها أو في باقي الجملة التي على شاكلتها وقد تسأل أنت ما الغاية من التقديم العرب لما تقدم المفعول به على فاعله أو تقدم المفعول به على فعله ما الغاية من هذا التقديم؟ نجد بأن كل موضع من مواضع التقديم لها سبب ومسوغ يقودنا إلى ذلك سنقرأها بالتفصيل إن شاء الله عزيزي الطالب الآن نأتي إلى هذه الصور التي يأتي فيها المفعول به متقدما وجوبا وليس جائزا وجوبا على الفعل والفاعل وليس على الفاعل فحسب الحالة الأولى أو الموضع الأول إذا كان أي المفعول به واقعا بعد أم الشرطية أو الشرطية التفصيلية مباشرة هذا القيد الأول واقعا بعد أم الشرطية والقيد الثاني وفعله واقع في جوابها هذا هو القيد الثاني إذن لدينا هنا شرطان يحتمان علينا تقديم المفعول به على فعله ويكون هذا التقديم واجبا وليس من حقك تأخيره في الكلام عد إلى نص المطالعة عزيزي الطالب ونقصد به هنا نص المطالعة الموجود من ضمن الوحدة الثالثة نجد هذه الجملة لاحظ معي لنقرأ هذه الجملة معا تقول أما أصدقاء السوء فتجنب أما أصدقاء السوء فتجنب فكلمة أصدقاء في هذه الكلمة لاحظ معي عزيزي الطالب كلمة أصدقاء قد جاءت واقعة بعد أم الشرطية هنا لاحظ معي عزيزي الطالب سبقت بالأداة أم الشرطية وقد تقدمت عناية بها واهتماما أي إذا سألنا سائل عن سبب التقديم في مثل هذا الموضع وهو الموضع الذي وردت فيه أم الشرطية نقول بأن المسوغ للتقديم هو عناية بها واهتماما وقد سبقها أما لاحظ معي وجاء المفعول به أصدقاء في هذه الجملة بعدها مباشرة من دون فاصل وقد اقترن الفعل بالفا لاحظ معي هنا هذا الفعل هذا الفعل قد اقترن بالفا وهي الفا الرابطة لجواب الشرط فأصدقاء هنا تعرب أصدقاء ماذا نعربها هنا؟ تعرب مفعول به لاحظ هنا مفعول به مقدم وجوبا الوجوب هنا خاصة بسؤاله عن حكم التقديم إذا سأل ما حكم التقديم نقول له بأن هذا التقديم هو تقديم واجب منصوبا وعلامة نصبه الفتحة لاحظ معي الفتحة بائنة فوق آخره الفتحة الظاهرة طبعا ومثله قوله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر لاحظ معي هذا المثال من القول المبارك أما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر فاليتيمة في هذه الآية والسائلة قد انطبقت عليه شروط وسبق بأمة الشرطية وكذلك فعله قد جاء مقترنا بالفا فهما يعربان مفعولان لاحظ معي مفعولان مقدمان وهذا التقديم هو تقديم واجب على فعليهما والفعل هنا في هذه الآية هي تقهر وفي الآية الثانية تنهر هذا ما قدمناه كان في الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول به على فعله ننتقل بالكلام إلى الموضع الثاني الذي يتقدم فيه المفعول به على فعله إذا كان فعل المفعول فعل أمر هذا هو القيد الأول مقترنا بالفا لاحظ معي فيقدم والكلام عن المفعول به يقدم مجوبا فلو عدت إلى نص المطالع أن نلاحظ هذه الكلمات ينطبق عليها هذا التفصيل الأمل فابتغي هنا ابتغي فعل أمر فعل أمر وقد حذف حرف العلة من هو أنت تعرف عزيز الطالب إذا كان فعل الأمر معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة ويعوض عنه بحركة تناسبه فما دام الفعل فعل أمر ومقترنا بالفا إذن الأمل تعرب مفعولا به مقدما واجبا وكذلك مثلها التشاؤم ما دام قد جاء بعده فعل أمر مقترن بالفا هكذا تقول القاعدة إذا كان فعل المفعول فعل أمر وقد جاء فعل أمر مقترنا بالفا أيضا قد جاء هذا الفعل فعل الأمر مقترنا بالفا يقدم مجوبا إذن تقدم المفعول وهو التشاؤم والأمل تقديما واجبا على فعله فابتغي والغرض من التقديم إذا سألنا عن الغرض بالتقديم عزيز الطالب نقول هو لغرض الاهتمام والعناية بالمفعول والتوكيد هذا هو الغرض من تقديم المفعول في هذه النقطة وقد اخترنا فعل الأمر بالفا الرابطة في جواب أما الشرطية المحدوفة جوازا أي يقدر لنا هنا وجود أما الشرطية المحدوفة جوازا لنكمل ما جاء في تفاصيل ومثله كلمة تشاؤم في العبارة الأخرى ويعني بها هذه العبارة وكذلك قوله تعالى بل الله فاعبد لاحظ هنا قد جاءت لفظ الجلالة الله قد جاءت مفعولا به مقدما وجوبا لماذا؟ لأن تلاه جاء بعده فعل أمر مقتر بالفا وكن من الشاكرين فتقدم لفظ الجلالة الله في هذه الجملة في هذه الآية المباركة تقدم لفظ الجلالة لماذا؟ ما الغرض من هذا التقديم؟ نقول لغرض الإختصاص أي أعبد الله دون غيره فلفظ الجلال في الآية المباركة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مفعول به مقدم وجوبا مفعول به مقدم وجوبا على فعله فعل الأمر المقترن بالفا هذا هو فعله فعل الأمر المقترن بالفا هذا الموضع عزيز الطالب للتذكير به نقول يتقدم فيه المفعول به على فعله ويكون هذا التقديم تقديما واجبا إذا كان المفعول به إذا كان فعله فعل أمر هل هذا يكفي؟ فعل أمر ومقترن بالفا هذا هو القيد اللازم لتقديم المفعول به تقديما واجبا وقد قدمنا لك عزيز الطالب هذا المثال الذي يقول الأمل فابتغي والتشاؤم فتجنب وقلنا بأن الأمل والتشاؤم هي المفعول به المقدم وجوبا وكذلك في هذه الآية المباركة قلنا بأن لفظ الجلالة الله هو المفعول به المقدم وجوبا نكمل ما تبقى من مواضع تقديم المفعول به وجوبا في الدروس القادمة إن شاء الله حتى ألتقي بكم في ذلك الوقت أترككم أبنائي الطلبة في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر